السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد مازلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوات الكرام نارضح نتكلم عن 14 رؤية تدل على الأخبار السعيدة الأخبار السارة الأخبار المفرحة هناك رؤى الله سبحانه وتعالى يرسلها للعبد حتى يستبشر بها وتدل له على أن هناك أخبار سعيدة قادمة إلي في الطريق أول رؤية وهي رؤية أكل لحم الخروف هذه الرؤية تدل على الأخبار السعيدة إن شاء الله رؤية الفواكه وهي على المائدة بجوار الطعام هذه الرؤية تدل على الأخبار السعيدة رؤية جرح القدم للبنت العزباء بنت العزباء شافت إن قدمها قد جرح إن جرح هذه الرؤية تدل لها على الأخبار السعيدة رؤية المرأة المتزوجة جرح في وجهها يبقى البنت العزباء في القدم المرأة المتزوجة فين الجرح فين في الوجه تدل هذه الرؤية على الأخبار السعيدة رؤية أكل الدهن الدهن دي لهجة مصرية باللغة العربية الفصحى الشحم اللي هو الأبيض ده اللي بيبقى فيه ملتسق باللحم الأحمر فطهي الشحم أو أكل الشحم أخبار سعيدة إن شاء الله رؤية صعود المباني العالية تدل على الأخبار السعيدة إن شاء الله رؤية الشاي للمرأة المتزوجة تدل لها على الأخبار السعيدة إذن الشاي من الرؤى المحمودة لجميع الناس على اختلاف الحالة الاجتماعية فقد يدل هنا على أخبار سعيدة أو سارة وقد يدل هنا على رزق وقد يدل هنا على كذا وكذا وكذا فالشاي عموما من الرؤى الجميلة التي يراها الإنسان في منامة رؤية العمارة الجميلة للرجل المتزوج تدل له على الأخبار السعر رؤية أسنان الرجل الأسود رجل الأسود الإفريقي بطبيعة الحال لم يجي يضحك الحاجة الوحيدة اللي بتبقى ظهرة بطريقة يعني ملفتة للنظر أسنانه فرؤية أسنان الرجل الأسود تدل على الأخبار السعر فهي ابتسامة عبارة عن أنت لما تشوف أسنان الرجل أسود بتشوفها إلا لما يضحك إلا لما يبتسم فالضحك والابتسامة وظهور أسنان بيضاء هذه الرؤية تدل على قدوم أخبار سارة إن شاء الله رؤية قراءة سورة ياسين كاملة في المنام تدل على الأخبار السعيدة رؤية مجموعة من الأطفال هي مجهولة بالنسبة لك لكن هؤلاء الأطفال شكلهم جميل ويضحكون ويبتسمون هذه الرؤية تدل على قدوم أخبار سعيدة رؤية السمك المطبوخ أخبار سعيدة إن شاء الله رؤية الخال لما يشوف خالي في المنام هذه الرؤية تدل على الأخبار السعيدة والسارة إن شاء الله رؤية فستان الفرح أو فستان الزفاف للمرأة الحامل هذه الرؤية تدل لها على الأخبار السارة وطبعا الأخبار السارة دي هتكون بسبب أن هي هتفرح بمولودها إن شاء الله تباركها تبارك وتعالى تظلونا في اللقاءات القادمة كان معكم أخوكم إسماعيل جابيري مفسر الأحلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته